العراق قد يعجز قريبا عن دفع رواتب موظفيه هذا ما يشغل بال العراقيين على خلفية تراجع أسعار النفط لما دون 70 دولارا للبرميد فالأزمة الاقتصادية التي قد تنتج عن ذلك يتخوف العراقيون من أنها قد تؤثر سلبا على ملف الرواتب الذي يعد عصب الحياة لنحو عشرة ملايين عراقي ورغم أن الضرر سيلحق بشريحة الموظفين في المؤسسات والمتقاعدين والمستفيدين من شبكات الحماية الاجتماعية بشكل مباشر غير أن الضرر سيلحق أيضا بقطاع الاستثمار والخدمات بشكل كبير كما يؤكد خبراء في الاقتصاد التصريحات الحكومية عمقت مخاوف الشارع رغم محاولتها أحيانا طمأنة العراقيين المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر صالح حذر من أن العراق قد يواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيس لإيرادات البلاد في حين أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية وعضو الإطار التنسيقي معين الكاظمي أن الرواتب لهذا العام مؤمنة ولا توجد مخاوف من تأثرها إن تراجعت أسعار النفط مستدركا بالقول أنه من الضروري زيادة الضرائب وتفعيل ملف الرسوم الجمركية واستغلال واردات البلديات وأمانة بغداد وتفعيل الجباية في المؤسسات وكلها إجراءات يرى مراقبون أنها دلالة على أزمة اقتصادية مقبلة خبراء في الاقتصاد أكدوا أن الرواتب باتت في خطر واحتمالية تقليص الرواتب أو تأخير تسليمها في حال استمر سعر النفط في خانة السبعينات لافتين إلى أنه على الرغم من أن الموازنة الفعلية تحسب سعر البرميل بثمانين دولارا فأن العراق يعاني من عز كبير برغة نتي عشر تريليون دينار لغاية تموز الماضي وأن هبوط النفط إلى السعر الحالي يعني أن نسبة العجز ستكون أربعة تريليونات دينار شهريا في حين توقع آخرون أن ترتفع الضرائب والرسوم وتتعاظم الديون ويبدأ المسار التنازلي للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي كما سيزداد حجم فجوة العجز في الموازنة وسيعيش العراق صدمات اقتصادية قاسية في ظل الحجم الكبير لمستويات الرواتب التي تشكل نسبة كبيرة من الموازنة التشغيلية العامة للدولة ناهيك عن عمليات الفساد وسوء الإدارة التي تفاقم المشاكل التي يعاني منها النظام الاقتصادي العراقي اشتركوا في القناة